موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة الأخبار من قناة يواتي في الأوكرانية بالعاصمة كييف معكم محمد زاوي وفي البداية أبرز العنوين روسيا تحكم بالسجن ثمان سنوات على القيادة التطاريخ تيم تشيغوز انتلاقوا تدريبات عسكرية أوكرانية أمريكية بمقاطعة الفيف غرب البلاد فتحوا قضية جنائية ضد ساكاشفيل ومؤيديه بسبب عبور الحدود الأوكرانية بطريقة غير شرعية حكمت ما تسمى بالمحكمة العليا بشبه جزيرة القرم المحتلة بالسجن ثماني سنوات على القيادة التطاريخ تيم تشيغوز المعتقل منذ 2015 الحكم جاء وفقا للجزء الأول من المادة 212 من القانون الجنائي الروسي حيث يتهم تشيغوز بتنظيم تظاهرات جماعية في السادس والعشرين فبراير 2014 بمدينة سينفروبل قبيل الاستفتاء المزعوم الذي نظمت روسيا حول ضم شبه الجزيرة تشيغوز استمع إلى الحكم ضده عبر الفيديو من مركز الاعتقال هذا وكانت المظاهرات الرافضة للضم الروسي لشبه جزيرة القرم الأوكرانية قجرت أمام برلمان شبه الجزيرة وأدت إلى صدمات بين المعارضين والموالين لروسيا مخلفة قتلين وتسع وسبعين جريحا يأتي هذا الحكم في ظل القمع المتواصل من قبل أجهزة الأمن الروسية ضد تطار القرم الذين يتواجد منهم ثمانية عشر شخصا في المعتقلات الروسية هذا القرار عمل إجرامي وغير منصف وموجه ضد شعب تطار القرم بأكمله ما الذي يجب فعله خلال المرحلة المقبلة؟ أولا لا بد من مواصلة جميع الإجراءات الخاصة بهذا القرار من خلال الطعان فيه ومن ناحية أخرى سنقوم بإبلاغ المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان حتى تكون هناك ردة فعل عادلة الرئيس الأوكراني بيترو بورشينكو اعتبر الحكم على القياد تاتريا ختيم تشيغوز بأنه حكم آخر من روسيا التي تعتبر دولة محتلة باعتراف منظمة الأمم المتحدة وكتب الرئيس بورشينكو عبر صفحتي على الفيسبوك يمكنك تقييد الحريات بشكل غير قانوني ولكن الحقيقة والإرادة لن تنكسر أبدا ويمكنك احتلال أرض ليست لك ولكنها ستحترق تحت قدميك وتظل مشتعلة حتى تتحرر منك انطلقت في مقاطعة الفيف غرب أوكرانيا تدريبات العسكرية الأوكرانية الأمريكية رابيد تريدينت 2017 والتي حملت شعار جنبا إلى جنب في النضال من أجل السلام يشارك في هذه التدريبات 2500 عسكري من أوكرانيا و15 بلد آخر وستستمر مدة أسبوعين وتجري فعالياته على مرحلتين وهم القيادة والسيطرة والتنفيذ على أرض المعركة هذه التدريبات تستخدم فيها أجهزة الكمبيوتر الحديثة والبرامج العسكرية المتطورة وتشارك فيها عشرات المركبات العسكرية المدرعة فيما الهدف الرئيسي منها هو تبادل الخبرات وتحسين مستوى التفاعل بين جيوش الدول المختلفة وفي تعليقها على هذه التدريبات أفادت السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا ماريو فانوفيش أنه بالتعاون وحده يمكن هزيمة العدو في هذا اليوم 11 سبتمبر شن هجوم إرهابي في الولايات المتحدة الأمريكية وهذا يذكرنا مرة أخرى بأننا سنكون أقوياء فقط عندما نعمل معا آمل حقا أن نتعلم من خبرة فرق البلدان المشاركة كما ويمكنهم أيضا الاستفادة من الإنجازات التي لدينا في ذات السياق كدل متحدث باسم الجيش الأوكراني أنطون ميرونوفيش أن التدريبات العسكرية التي تجريها أوكرانيا في منطقة الفيف غرب البلاد لا ترتبط في أي حال من الأحوال بالتدريبات العسكرية التي تجريها روسيا وبيلاروسيا والمعروفة باسم الغرب 2017 وفقا لما ذكره ميرونوفيش فإن المشاركين يقومون أولا وقبل كل شيء بتحقيق التوافق المتبادل والكامل لبعثات حفظ السلام للتذكير فإنه في الفترة من الرابع عشر إلى العشر سبتمبر الجاري ستجرى تدريبات استراتيجية بين روسيا وبيلاروسيا والتي وصفها وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو بأنها الحدث الرئيسي للتحذير المشترك للعام الحالي فيما اعتبر الرئيس الأوكراني بيترو باراشينكو بأنها تشكل تهديدا على أوكرانيا لم نقم بإجراء هذه التدريبات ردا على المنوارات العسكرية الروسية البيلاروسية الغرب 2017 أو الأحداث في شرق أوكرانيا أو ضم شبه جزيرة القرم ومع ذلك نأخذ في الحسبان تجريبة وحداتنا العسكرية التي حصلت عليها في منطقة أتو والإجراءات العسكرية المحتملة التي يمكن أن يتخذها العدو في شبه جزيرة القرم المحتلة في المستقبل وبناء عليه وضعنا سيناريوهات وخطط التدريبات قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون إن الهدف من إجراء المنوارات العسكرية بين روسيا وبيلاروسيا والمعروفة بالغرب 2017 هو استفزاز الناتو واختبار قوته الدفاعية فالون أكد أن روسيا تعمل على استفزاز حلف الناتو كلما سمحت لها الفرصة بذلك وتصبح أكثر عدوانية لذلك يجب على الناطو كما قال أن يتصدى لذلك وأن يكون الأقوى بدوره دعا الأمين العام لحلف الناتو يانس شتولتنبرغ دعا موسكو إلى التقيد بالشفافية الكاملة فيما يتعلق بهذه التدريبات والغاية منها وأضف أن الجميع يعلم أن روسيا تستخدم هذه التدريبات غطاء لخوض عمل عسكري عدواني ضد جيرانها وخير دليل بحسب ستولتنبرغ هو عدوانها على جورجيا في سنة 2008 والأمر ذاته حدث مع شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014 عندما ضمت روسيا سبه الجزيرة بشكل غير قانوني منورات الغرب 2017 ستجرى في الفترة ما بين الرابع عشر والعشر من سبتمبر الجاري وفقا للبيانات الرسمية سيشارك فيها ما يقرب من 13 ألف جندي و 680 قطعة عسكرية الخبراء العسكريون أشاروا إلى أن هذه التدريبات ستكون أكبر كثير من المعلن عنه رسميا في موضوع آخر يتقدم الإعصار إرما على طول ساحل فلوريدا الغربي بعد أن اشتحى أرخبيل كيز وغمر مايامي بالمية وهو رغم تراجعه إلى الدرجة الأولى على سلة من خمس درجات فإنه لا يزال يمثل تهديدا بسبب العواصف العنيفة والأمطار التي ترافقه حدد مركز الإعصار على بعد نحو 40 كم شمال شرق مدينة طامبا الكبيرة ترافقه رياح سرعتها 135 كم في الساعة وأبقت السلطات على تحذيراتها من ارتفاع مستوى مياه البحر في مناطق واسعة من شبه جزيرة فلوريدا حيث تلقى أكثر من 6 ملايين شخص أوامر بإخلاء بيوتهم وخلف الإعصار منذ الأربعاء 30 قتيلا بينهم 27 في الكاريبي و3 في فلوريدا ويعد خليج تامبا المنطقة الأضعف في مواجهة إعصار مثل إرما طلبت واشنطن رسميا التسويت اليوم الاثنين في مجلس الأمن على مشروع قرار بفرض عقوبات جديدة ومشددة ضد كوريا الشمالية على الرغم من معارضات الصين وروسيا وسط دعوة الإعلام الرسمي الكوري الشمالي لتطوير قدرات البلاد النووية ويرحض مشروع القرار الأمريكي الأولي خصوصا فرض حظر على تصدير النفط إلى كوريا الشمالية واستراد المنسوجات منها كما ينص على تجميد أموال الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون وترحيل الكوريين الشماليين العاملين في الخارج إلى بلدهم بحسب مصادر ديبلوماسية فإن مجلس الأمن عقد الجمعة اجتماعا على مستوى الخبراء لدرس هذا المشروع اعترضت خلاله الصين وروسيا على معظم الإجراءات التي ينص عليها باستثناء الحظر على استراد المنسوجات الكورية الشمالية أعلنت الشرطة الأوكرانية عن فتح قضية جنائية في مسألة اختراق الحدود الأوكرانية من قبل الرئيس الجورجي ميخايل ساكاشفيلي ومؤيده وصف جهاز الأمن الأوكراني الطريقة التي عبر بها ساكاشفيلي الحدود بغير الشرعية وينص هذا الانتهاك على عقوبة السجن لمدة أقصاها خمس سنوات هذا ودخل ميخايل ساكاشفيلي أوكرانيا في العاشر سبتمبر الجاري بعد صدام مع حرص الحدود في نقطة العبور على الحدود البولندية هذا وقام مؤيده الرئيس الجورجي السابق بكسر الحواجز حيث رافق ساكاشفيلي بعض النواب الأوكرانيين وأدت الصدمات إلى إصابة 12 شرطيا وخمسة من رجال حرص الحدود وكان الرئيس الأوكراني بيترو بوراشينكو ألغى في السادس والعشرين يوليو الماضي الجنسية الأوكرانية على الرئيس الجورجي السابق ميخايل ساكاشفيلي بسبب تقديمه معلومات وصفت بالكاذبة أثناء تقديم ملف الجنسية وحول هذه المسألة قال الرئيس بيترو بوراشينكو إن الاختراق للحدود الأوكرانية من قبل ميخايل ساكاشفيلي وشركائه جريمة ولا يتطلب الأمر تقييما سياسيا وفقا لرئيس الأوكراني فإن حرص الحدود فعلوا الشيء الصحيح دون استخدام الأسلحة على الرغم من أن لهم الحق في القيام بذلك وأكد بوراشينكو أن مصالح الأمن ينبغي عليها إعطاء تقييم الأمور المخالفة للقانون وفقا لبوراشينكو فإن ساكاشفيلي كان عليه أن يطعن أمام المحكمة من أجل إثبات قضيته للشخص ألحق بتقديم الطعن في أي قضية عبر المحكمة الإدارية العليا وسوف أتولى بصفتي رئيسا تنفيذ أي قرار صادر عن المحكمة بعد مرور أكثر من شهر ونصف لم يقم أحد بالتوجه للمحكمة ولم يتم إرسال أي إشعار وفي هذه الحالة فإن المحكمة تصدر قراراتها القانونية وبدلا من ذلك ارتكب عمل غير قانوني في الرياضة حقق الملاكم الأوكراني أليكسندر أوسيك فوزا جديدا من خلال تغلبه على منافسي الألماني ماركو خوكا في النزال الذي جرى بالعاصمة الألمانية برلين في إطار الدور الربع النهائي من بطولة العالم للملاكمة وأوقف الحكم النزال في الجولة العاشرة بسبب عدم قدرة الملاكم الألماني على مجابهة نظره الأوكراني الذي وجه لكمات قوية في أغلب أوقات النزال الملاكم الأوكراني دفع لقبه في الوزن الثقيل بحسب تصنيف المنظمة العالمية للملاكمة وتأهل إلى الدور النصف النهائي للبطولة العالمية لهذا الخبر وصلنا إلى ختام نشرة اليوم قدمناها لكم من قناة UATV الأوكرانية في العاصمة كييف شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله